شون تميس تعقد لقاءات مع مختلف الأطراف السياسية كسر الجمود بين العسكريين المكون العسكري والقواء المدنية هل من حضوظ للنجاح خاصة أن البعثة الأممية لا تحمل حتى الآن مبادرة محددة الملامح أو خارطة طريق واضحة نعم المبادرة الأممية هي الآن الشغل الشاغل في الساحة السياسية وتسيطر على الأجواء تماما رغم هذه الموجة المتدفقة للمواكب والاحتجاجات وصغوط الشهداء وما إلى ذلك وهذا ما يجعل من المبادرة الأممية محل نظر واهتمام كبيرين والشاهد أن بعثة يونيتامس هي متواجدة في السودان منذ فترة ليست بالقليلة منذ أن طالب رئيس الوزراء المستغيل الدكتور عبدالله حمدوك بهذه البعثة تحت البندل السادس ومعلوم أنه على مهام هذه البعثة أو مهمتها الرئيسية هي دعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بالتالي هذه الأوضاع بكل تأكيد تعطي المهمة بحثة يونيتامس لذلك أنا أعتقد أنه الرئيس البعثة في القرطوم وموسل الأمين العام للأمم المتحدة سيد فولكار بيرتز دفع بهذه المبادرة برغم ما تفضلت وشرط إلى أنه لم يقدم تفاصيل واضحة أو بل كل ما قدمه هو محاولة لتغريب الشقة أو تغريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة أعتقد أنه التوقيت توقيت دقيق ومهم جدا باعتبار أنه الحالة التي يمر بها السودان الآن حالة قير مسبوغة الآن تكاد تكون الحياة العامة متعطلة على نحو كبير دولابا العمل لم يعد يعمل البتة أيضا هناك غيابة الآن للوزارة منذ استقالة الدكتور عبدالله حمد ولكن أهم من كل ذلك سيد سيراج الدين هل مسألة هل شروط إنجاح أو نجاح هذه المبادرة متوفرة هذه البعثة هل ستحقق المطلوب بإجراء حوار بين جميع المكونات في السودان والوصول إلى اتفاق أنا أعتقد أنه إن لم تقدم المبادرة الأممية الحل فلن يكن هناك حل على الإطلاق في السودان باعتبار أنه الآن الوضع كما ذكرت إنها هي يعني بلغت ذروته في الاحتقان والسغوط الشهداء اليومي بهذا الشكل هذا الأمر بات أمر خير مطلوب ومعلوم أن السودان باعتبار عضويته في المنظمة الدولية وبالتالي السودان لا يمكن التفريط المجتمع الدولي لن يفرط في أن تنفلط الأوضاع بأي شكل من الأشكال أنا أعتقد أنها مبادرة مهمة باعتبار أنها هي مبادرة من المنظمة الدولية المعنية بالسلم والأمنة الدولين بأي حال من الأحوال لذلك أعتقد رقم ارتفاع سقوفات المطالب هنا وهناك والتبايونات العريضة إلا أن الفرصة تظل قائمة لإحداث الاختراق المطلوب وأعتقد أن فلسفة سيد فولكر الآن بالاستماع إلى وجهات النظر المنفردة هذه خطوة طيبة وحميدة باعتبار أن الرجل أيضا منذ تسلم مهامه في السودان ويعلم لحد كبير جدا وليست هي المرة الأولى والتغى بهذه القوى السياسية في عدة مرات ومحافل أيضا التغى بلجان المقاومة هذا إضافة إلى الجهود الأمريكية وجفري فلكمان ومساعدة وزير الخارجية وأيضا البريطانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر